دلوقتي خلونا نروح في بث مباشر نتابع مراحل شفاء الطفلة الفلسطينية بيان من مرض جلدي نادر واللي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها خلونا نعرف آخر المستجدات للحالة من زميلتنا جيرمين إبراهيم جيرمين معنا صباح الخير برحب بكم يعني أقل من شهر كانت كفاية أن يتغير حياة الطفلة الفلسطينية بيان بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإستغاثت والد الطفلة بعلاجها داخل مصر عشان يستقبلها معهد ناصر وتبدأ رحلة علاج من نوع نادر من مرض الصدفية والحقيقة أن معهد ناصر ما تدخرش أي مجهود في تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الطفلة وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن الحالة وإيه اللي وصلنا له لحد دلوقتي في رحلة العلاج معنا دكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر برحب بيك يا دكتور يعني في البداية لو تطمن على الحالة الطفلة والتحول اللي حصل في رحلة علاجها من وقت وصولها لحد وضعها الحالي أهلا بيكم الحقيقة بعد الاستجابة الإنسانية السريعة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستغاثة توالد بيان على الموقع التواصل الاجتماعي وتواجه الرئاسي بعلاجها بمصر وجهت على الفور معاني الوزير الصحة بتوفير كافة الإمكانيات الطبية وكل شيء لبيان وبمجرد وصلها احنا قام فريق من محض ناصر من نخبة من الشاريين بتوقيع الكشف الطبي على بيان ومنظر التحالتها بيان كانت حالتها سيئة جدا حالتها طبية وحالتها النفسية كان التشخيص المبدأين هو مرض جلدي مناعي نادر وبالفعل خدنا كافة التحليل والفحوصات وعملنا عينة جلدية لها وتم تحليلها بواسطة اثنين من اكبر اسات التحليل البسولوجي للجلد واتشخصت حالة بيانة ان هي مرض مناعي اللي هي صدفية بسرية صديدية بدأنا العلاج وهي بيانة وصلة 1-8 عبقالما اخدنا التحليل والفحوصات ونتيجة العينة ظهرت في خلال 3-4 ايام بدأنا العلاج بمجرد بدأت العلاج بيان بعد اسبوع الحمد لله وبفضل الله بدأت تحسن مذهل في حالتها وتحسنت بشكل ملحوظ جدا والحمد لله دلوقتي هي تقريبا تمثلت للشفاء بيان المرض اللي عندها هو خلل مناعي في وظائف جهاز المناعة وعندها صدفية بسرية صديدية لو عايزين نتطمن عن بيان اكتر ونعرف قدامها قدقية عشان تتمثل للشفاء بشكل كامل وتقدر ان هي تخرج من المستشفى هو الحقيقة بيان جاهزة انها تخرج من المستشفى بيان من وقت وصلها لغاية تمثلها للشفاء أخذت اسبوعين هي الفترة اللي جاية هتاخد دعلك تكميلي علشان ما يرتدلهاش المرض مرة تانية هل النوع ده من الامراض يا دكتور يعني بيحتاج متابعة بشكل مستمر حتى بعد خروجها أو لقدر لو ممكن يرجع مرة تانية هو وارد جدا طبعا بس لو ما كملتش علاقة لها متابعة ووجهت مع الوزيرة لان هي مهتمة بصفة شخصية وكانت بتتباحها يوميا حتى بعد خروج بيان هيبقى فيه تواصل بين الفريق الطبي لان الفريق الطبي فيه استشاري جلدية ومناعة واستشاري تغذية علاجية استشاري باطنة استشاري أطفال وهما متابعينها يوميا احنا فيه تواصل مع عائلة بيان وهيبقى فيه تواصل تلفونيا ولو استدعت الضرورة هتجلنا تاني انتباه حقا نحن تنقل لنا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حالة بيان بشكل يعني يومي احنا عارفين هو بشكل يومي فتنقل لنا ازاي كان الاهتمام والحقيقة كان فيه توجه رئاسي بالاهتمام بحالة بيان بصفة خاصة وبكل الحالات الإنسانية نعمة هو كان يوميا فيه تقرير عن بيان بياطلع وفيه اهتمام بحالتها وتوجيه بتوفير كل الإمكانيات وكافة الإمكانيات الطبية لاحنا نوصل للنتيجة دي وانا حقيقة سعيد جدا طبعا ان بيان قدرنا ان احنا حتى نرجع لها تسميتها تاني وترجع تاني تلعب وتجري لان هي كانت تواصلة في حالة نفسية انعزلية يعني هي مكتش عايزة تتكلم حده كانت مضطربة جدا لان المرض ده بيخلي الانسان منعزل يعني لانه في حالة نفسية سيئة جدا زي محلتك ذكرت ان يمكن المرض مش بس بيأثر على جسم المريض لكن كمان على حالته النفسية فاي دور الدعم النفسي اللي ممكن يتقدم لحالة الطفلة بيان او حتى لحالات مشابهة لها الدعم النفسي بيؤدي دور طبعا كبير في ان المريض يرجع تاني يندمك تاني ويتفاعل مع البيئة المحيطة به وهو بالفعل احنا اتقدم لها دعم نفسي من اطباق الصحة النفسية وقدرنا نرجع تاني هنا هي ترجع للصورة الطبيعية استعادت برائتها تاني استعادت ضحكتها وهترجع ان شاء الله غزة بصورة طبيعية وترجع مدرستها وتلعب مع اخوتها واصحابها وده شي احنا مفصولين جدا بيه وبنتوجه بالشكر طبعا للقيادة السياسية لاهتمامها بصحة المواطن المصري والعربي في نفس الوقت لان الاستجابات الرئاسية ما بتتوقفش بس على المواطن المصري لا كمان امتدت لانها تشمل المواطن العربي انا مشروح لتك جدا على كل التفاصيل واحنا بدورنا بنشكركم على المجهود اللي بتقوموا بيه ليعني رعاية كل المرضى المصريين والعرب مشروح لتك على وجودك معنا انا بالمناسبة دي انا بتوجه بالشكر طبعا للفريق الطبي اللي شارك في علاج بيه لان هما يعني ما توانوش وكانوا مهتمين وفي متابعة يعني على مدار السعب حالتها لغاية ما وصلنا للنتيجة دي احنا بنضم صوتنا لصوتك يا دكتور يعني بسانت وشازلي ده كان لقاءنا مع دكتور محمود سعيد وهو مدير معهد ناصر اذا نعرف منه تفاصيل عن حالة الطفلة بيان وقدرنا كمان نعرف انه الدعم والعلاج للطفلة مش بس هيقتصر على وجودها هنا في مصر لكن كمان هيمتد حتى لحد ما توصل ترجع تاني غزة وهيبقى في متابعة مستمرة لحالتها برجع لكم مرة تانية في الاستوديو بنشكرك يا جرمين وبنشكر ديفك الكريم وبنشكر فريق طبي كامل بيتابع حالة بيان اللي اهتم بحالتها سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا لغاية ما تمثلت تقريبا بالشفاء